أهلا أحبانا مشاهدينا لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح خلينا أقول شيء آخر عن يسوع المسيح اهتم بالمساعدات الإنسانية تعرفوا في لوقة إصحاح 14 بشير لوقة قال في أي 12 وقال أيضا للذي دعاه إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا فتكون لك مكافأة بل إذا صنعت ضيافة فدعو المساكين الجدعة العرجة العمي فيكون لك الطوبة يعني المديح أو المكافأة أو السعادة يعني من كلمة طوبة إذ ليس لهم حتى يكافوك لأنك تكافأ في قيامة الأبرار قل لي في حد تعلم هذا الشيء أحبائي أدعو الفقير والأعرج والجدع والأعمى فعلا كان يجول يصنع خيرا يشفي ويسترد ويهتم بالأيتام والأرامل بالمصرعين والمفلوجين بالناس التي لا تستطيع ولا تقدر أن تعالج نفسها مجتمعاتنا الشرقية عادة مبنية على الكبرياء نحب الاعتبار والكرامة هو جزء من هذا الكبرياء وكأنه التواضع فضيلة يعني غير محببة نحب العزايم وبالذات في الأعراس تعرفوا خلينا بديش أتكلم عن بلدتين خليتكلم عن بلدي على فلسطين تعرفوا أنه فيه شباب بتزوجوا بعد يسدوا الدين لمدة ثلاث أربع سنوات سدين لأنه بدي يعمل عرصم طنطن ألف مبروك طبعا أنا مش قصدي أنه يعني وبتعرف الناس بتعزم يعني مش عشان بتعزمك بتعزم نفسها يعني بكلمات أخرى هي عم بتعبر عن نفسها وبعدين المشكلة أنك أنت بتعزم الناس اللي بتقدر تعزمك هون بقول يسوع يعني إذا بدك تدعو جرب تدعو نوعية تانية من المجتمع حكي لكم قصة عن حماي أبو زوجته حماي هو رجل الله بكل معنى الكلمة هو الشخصية اللي أثرت أكثر تأثير على حياته كان بيصحى من النوم أو كان بروح في أوقات متأخرة أو في ساعات الصبح الساعة أربعة وكتير بيساعد ناس كان تعرفوا في الكريسماس كان في الليل ورح يدور على حد محتاج يعزمه فعلا شاف واحد لسه متذكره 100% هو طبعا انتقل عند الرب هذا الشاب كان من الجيش الإيرلندي كان ثورجي بس كان سكير وكان هوملس ما عندوش مأوى بنام في الشارع واللي بيعرف كندا كندا بلاد باردي جدا وكان سكران على الآخر ولغته لغة يعني كل كلمة فيها مسبة وكل كلمة فيها في جداعي يعني للتكرار أخدوا فعلا نظفوا وحمموا وكان تعرف احتفال الميلاد قعد معان على الطاولة وشاف كيف منصلي وتعجب طبعا انه كيف يعني دور عليه في الشارع وهتم فيه شو اللي بخلي الإنسان يعمل طبعا في كتير ناس تعمل هاي الأمور أنا متأكد في كتير ناس بتعمل خير بس العاوز أقول انه في مرات أوقات انت يعني عيد الميلاد كريسمس بدك تكون انت والعلي دور على شخص وكان من أصعب الشخصيات يعني أنا يعني كيف قدر يتحمل ويصبر على حتى الكلام اللي كان يطلع من هذا الإنسان فعلا أحبائي هاي هي المسحية بعدين ماذا عن الجمعيات الخيرية الاهتمام بالمرضى والجائعين وجمعيات مثل السامر الصالح بناء الملاجئ والمستشفيات والعيادات والمساعدات الطبية والإنسانية وكتير من المؤسسات اللي بتساعد في الدول التانية بتساعدهم في الكهرباء كيف يطلعوا كهرباء وكيف يطلعوا ثروات طبيعية وكيف يجيبوا المي من الأرض وبناء الأبيار وتحلاية المي وكله يعني جمعيات كلها تأسست أساسيتها في الكتاب المقدس من فكرة السامر الصالح اللي ساعد واحد كان مجروح مضروب بين حي وميت ساعدوا مع أنه ما كانش من شعبه موسيقى 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 موسيقى